نشوف طاقتك اول شي لهاي الفترة كيف عاملة على شو عم بتركز واو رح يكون في عندك سعادة عاطفية كبيرة فيه كاس حبي كبير رح يتقدم لك إن كان من شخص قديم أو بالنسبة لأشخاص اللي العزاب كمان في حتى اللي عندهم حبيب قديم فيه كاس جديد حب رح يتقدم لك من شخص جديد يمكن يكون معجب له فترة فعم بشوفه كتير مهتم فيك كتير عم برقبك شايفيتك عم تعطيه فرصة هاي الفترة طاقتك عم بتكون مركزة عليه او عم بتفكر فيه اكتر شي خلينا نشوف ازا الفترة هاي شو مخبيت لنا لبرج العقرب برج العقرب كمان تسعبوا الفترة الاخيرة وعانوا من خذلان معين تعبهم شخص في شخص مبين بالورق كتير تعبكم كتير كان ملعب كتير كان آآ آسي بقراراته بي عم بشوف هذا الشخص عم بيلعب بالثلاث ورقات يعني آآ بالفترة الماضية عم بيكون آآ آآ عم بيلعب على اكتر من خط عم بيكون يمكن عنده علاقة ثالثة او آآ موضيع تانية كان داخل يمكن على على طمع معين شايفيته ما كان صافي بالماضي ولكن آآ آآ بعديها صار في آآ حب عم بشوف هلأ آآ هذا الشخص عم بيرابك عم بيكون عنده مشاعر قوية جدا ناحيتك ولكن هو خايف آآ منك آآ زيقك انه خلينا نقول آآ هذا الكرت اجا فوق هذا الكرت خايف منك من قرارك من رفضك من آآ انت آآ خلاص صور تحذر منه انت صور تعارفه صور تعارف كيف بيفكر آآ كشفته زي ما بيقوله آآ آآ عم بيكون شوي خايف منك عم بتطلع من بعيد آآ عم بيرائب الامور لما تهدى شوي كذا عم بيحاول انه آآ آآ يرجع او يرجع الامور آآ زي ما كانت او يطور الامور العاطفية اللي بينك وبينه ممكن يكون هذا الموضوع مش آآ عاطفي ممكن يكون عملي لانها قراءة عامة واذا كانت عاطفية ممكن تكون عكسية انت بتعرفه حبايبي آآ فهذا الشخص عم بيكون كتير برائبك من البعيد آآ شاكك انه عندك يمكن حياتك مبسوط كذا آآ ولكن انا بشوفك يعني بشوفك عم تستنى كمان عم تحبه نفس الحب آآ شايف في نوع من الكارما او الجوجمنت رح يصير آآ بناتكم آآ في عدالة يعني في موضوع معين آآ وكأنه هو رح يخسر أمور معينة رح يخسر آآ أشخاص آآ أموال يمكن صراعات عم بتكون آآ حوالي هذا النوع من الجوجمنت اللي ممكن انه يصير رح يكتشف انه انت هذا الخب الوحيد يعني اللي بحياته ممكن كمان هذا الكارت يكون مشروع جديد آآ فكرة جديدة ممكن تتبلور آآ على الصعيد العملي ممكن تكون فرصة عمل جديدة آآ شايفة كمان آآ للناس اللي عم يدرسوا او آآ عم يستنوا منها او عم يستنوا نتيجة معينة عم بتكون مبهرة آآ الأخبار عم آآ توصلهم وعم يفرحوا فيها كتير. في اخبار آآ جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب آآ آآ على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص آآ يعني من بعد ما كان آآ آآ عم يخفي شغلات من بعد ما كان آآ آآ ملاعب في عنده اطراف في عنده شغلات آآ آآ بعد الجوجمنت او بعد الكارمة اللي رح تصير عم بيقدم لك آآ عرض عم بيقدم لك آآ حب آآ مشاعر جديدة آآ آآ وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته وانت الوحيد اللي يعني اعطيته آآ يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول. فعم بيكون هذا الشخص آآ رح يلجأ لك بآآ موقف من المواقف آآ آآ انت رح تكون شوي شايف حالك شوي آآ ما اخذ آآ طرف او جنب آآ آآ ولكن هذا الشخص رح يحتاجك آآ فعلا في موضوع من المواضيع آآ آآ ان كانت معنوية او مادية او ايا كان. الطاقات اللي عم تزهر عندي آآ برج السرطان كتير صار ظاهر هلأ آآ آآ لحديث هلأ في الاسد آآ كمان الميزان انا بحس كمان هاد الكرت ميزان بشكل عام الطاقات آآ عم بتكون آآ نارية اكتر شي. عم بتكون آآ 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 ترابية وعم بتكون كمان مائية هاد بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة اكتر. شايفي في حياة عائلية خاصة للمتزوجين او للمطلقين في رجوع في آآ آآ رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية آآ في حياة اسرية حلوة خاصة للمتزوجين او للمطلقين. شايفه في علاقة ثلاثية او عائق في العلاقة عم تودعه. عم تحكي له باي باي. لهذا العلاقة الثلاثية عم عم تمشي من من دربكم بدون ما انتو يعني بدون ما انت آآ تعمل شي بدون ما انت تنتقم هي العلاقة الثالثة راح تروح آآ لحالها في سبيلها. شايفيتك كتير نجرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من الاسباب آآ هاي. آآ شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد آآ قوتك عم تستعيد آآ نشاطك شايفيتك آآ راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين آآ لورا آآ عم تحكم الامور عم آآ بتكون في آآ يعني الامور آآ في ايدك اكتر ما هي في الطرف بايد الطرف الثاني آآ شايفة شايفة في فراشة حب آآ بناتكم متل مسجات آآ امور اخبار عم توصل من طرف للتاني آآ الشريك شايفيته عم بيكون آآ يعني ماسك متل آآ خلينا نقول آآ وردة او شغلة لإلك مخبيها لوقت معين آآ آآ فشايفيتها عم توصلك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط. آآ شايفة في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي مو تنتون آآ حسد على آآ الأغلب آآ فحاول انك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الأمور آآ العاطفية او اي طاقة سلبية اخرى عادي يعني مش آآ مش شيء معين آآ شايفة في قوة رح تمتلكها في في العلاقة ما رح تكون زي بالأديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول او تنقل بالآية والقوة تصير معاك اكتر ورح تحكم الامور بآآ باكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الآخر اكبر من حجمه خلاص رح تحجم الامور رح تحجم الاشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك آآ برج العقرب هاي الفترة عم بحجم الاشخاص اللي حواليه هون في امنية في زرعة انت زرعتها قديما ويعني نسيت موضوعها خلاص يعني ما رح تتحقق وفعلا رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله آآ ولكن زي اللي انت خلص يعني نفسك طلعت منها او آآ اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق شوف ازا في تحذيرات معينة لبرج العقرب آآ في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل امورك ان كان في العمل او في العاطفة اتنتين بزبط آآ هدولا متل الفيران شايف كيف اشكالهم ازا الصورة واضحة متل الفيران متل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنى بلا يعني مش سادقين آآ وبترجع عالجحر تبعها يعني بتتخبى فهي آآ بتكون خايفة منك آآ او خايفة منكم آآ عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش آآ حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا آآ ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة آآ ما حدا شايفها آآ بتضلها بالجحر آآ تبعها طول الوقت آآ خايفة فعني ما تخاف آآ شي بالعكس يعني ورقة حلوة آآ بس انهم يعني تكون حذر من هدول الاشخاص ما تطلع اسرارك آآ تحجم العالم تخط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بضغطك ولا حتى بافعالك بيقول لك فيه اجابة لسؤال معين فيه سؤال في بالك وانا للمصيحة اسأل هلا السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال اضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقول لك اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل ترك مثل اللعبة يعني طلعت لك فحلو فما بعرف انت على شو سألت يعني يا الله اعلم اذا شغلة سلبية يعني شغلة ما بتفرح اذا طلع الجواب نعم واذا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو بقول لك هافا يعني خلاص بكفي نكت بكفي مشاعر سلبية بكفي في كل مكان كفي تاخد يمكن انت من الاشخاص كمان اللي بيشتغلوا اكتر ما هم بيهتموا بالامور التانية بيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم هافن استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بالنسبة للاشخاص اللي حبسين حالهم اه ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين اه بيقولك اتأكد هاي نصائح جاية من بيقولك انت طلع لك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الانيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكمل شو عم بيقولك 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 انه انت تأكد وكن على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز الصعوبات او المشاكل او العسرات اللي ممكن تلاقيها بيقولك انت شكرا